بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي ينزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفسر الآيات لعلهم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يوشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجابرات وجنات وجنات من أعناب وزرع ونخيل ونخيل صروان وغير صروان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعلاقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على زلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربي إنما أنت منظر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تستاد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفزونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من مال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشب السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل السواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعبة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كما سطق خيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلال بالغدف والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لا يملكون لينفسهم نفعا ولا درى قل هل يستب الأعمى والبصير أم هل تستب الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القرار أنزل من السماء ماء فسالت أوذية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفار وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لون لهم ما في الأرض جميعا لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أن ما ونزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين سبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرها وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدر يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله بي يوصل ويفسدون في اللغب أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسد الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة لا متاع ويقول الذين كفروا لولا منزل علي آية من ربي قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم حسن مهام كذلك أوسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلب عليهم الذي يوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنها سجرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبون بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استوزي برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلموا فلا رديا بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكروم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة يشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وصلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن اللحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه يدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت نهواء بعد ما جاءك ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ترجمة نانسي قنقر